إيش اللي صار الأسبوع اللي راح يعني العالم كله تكركب الدنيا تكركبت المطارات وكفات الشركات البنوك تحسينه فيه كده في صدمة زي ما صار أول أيام كورونا كده صدمة للعالم بطبيعة الحال هو هناك جهات تأثرت بهذا العطل وهذا الخلل الفني أيضا منها بعض الشركات المتعاقدة وتستخدم الكلاود أو السحابة الإلكترونية الخاصة بمايكروسوفت والمشغل الثالث لحمايتها من الفيروسات ومن الفيروسات الفيديا الذي هو الكراود الشركة الثالثة هي المشكلة من الشركة هي المشكلة من الشركة في الأبديت أو ما قامت به في تنظيم خلل معين من أجل رفع باتشز أو ما يسمى بالتعديلات الأمنية هي لحظة معاملة ريستارت يقولوا عاملة ريستارت لجهزتها ونكبة العالم يعمل التحديد لأجهزة طرفية وهذه الأجهزة الطرفية عندما يكون الكراود سرايك عندما تقوم بهذه الأجهزة الطرفية لا تملك أيضا سرعة استرجاع هذه الملفات التي تعاني من مشكلة تقنية فالمهم اللي صار صار وانقطع العالم وانقطعت أكثر الشركات المتعاقدة مع هذه الشركة عن طريق خدمة السحابة الإلكترونية الخاصة بمايكروسوفت وهذه الشركة متواجدة في 175 دولة ولديها مستخدمين كثر وهي تحت لواءة ما يسمى بأنظمة السحابية الخاصة بمايكروسوفت إذن انقطعت هذه الخدمات وتم اكتشاف تحديث بعد ذلك أين يكمل الخلل وتم تصليح هذا الخلل ووعيدت العمليات إلى طبيعتها أصبحت لدينا مشكلة هو وجود هذه الملفات على الأجهزة الطرفية التي لا يمكن للمهندسين في الشركة أن يقوموا بشعل هذه الأجهزة يعاد تشغيلها من جديد إذن لا بد للمهندسين المحليين ولا بد من اختصين المحليين للقيام بهذا الدور أي أنه لا يمكن القيام بالدور عن بعد فأصبح الوقت يتطلب شيئا من الروية إلى أن يتم التغلب إلى هذا الخلل لكل الأجهزة الطرفية ما هي الأجهزة الطرفية؟ مثل هذه الشاشات التلفزيون التي يعرض عليها الرحلات في المطارات هو جهاز يعرض عليه معلومة ممركزة على سيرفر على خادم هذا الخادم يتم تشغيله من قبل الجهاز أو من قبل الفريق التقني المحلي أو عن بعد أي أن الكلاود السحابة أصبحت حلا وسطا كل هذه الخادمات التي تستخدم لتقليل الميزانية الخاصة بالتقنية المعلومات وتكنولوجيا المعلومات هو سيرفر موحد يتم استخدامه من عدة شركات إذن أن الثمن أقل من الثمن عندما تكون لديك شبكة مستقلة وتقوم أنت بعملك كما كان في السابق لحظة ثمن أقل؟ نعم 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 لماذا قالوا بعد كده خلاص لازم الدول يكون عندها شركات خاصة ما تعتمد كل العالم على شركة مستقلة؟ هذا هو الحل الذي سنعود عليه بدأت الدول هكذا بدأت الدول دائما كانت الجهات الحكومية والجهات الخاصة لديها خوادمها الخاصة بيها ولديها أنظمة الإلكترونية الخاصة بيها ولا تعتمد على السحابة السحابة هي تكنولوجيا حديدة لكلاود كومبيوتينغ هذه هي تكنولوجيا حديدة كالذكاء الإصطناعي وكجميع أفرع تكنولوجيا المعلومات هي حقيقة سهلت الوصول وسهلت أيضا مركزية العمليات الخاصة بتقنية المعلومات لكن لديها نقاط ضعف ولديها أيضا تحسينات يجب أن يقوم بهذه التحسينات الجهات المعنية ما هو الحل؟ الحل يكمن في وجود شبكتين رديفتين مجرد أن تقع وإحدى الشبكات أو إحدى الحلول يقوم الحل الثاني جاهز أيضا هذا عدم في بعض الجهات الحكومية وبعض الدول التي تأثرت وليست كل الدول تأثرت منها ليس كل الدول تأثرت؟ ما لا يستخدم بشكل بسيط جدا ما لا يستخدم خدمات مايكروسوفت السحابة عن طريق الكراوتسرايك الشركة المؤمنة لهذه الخدمات لن يتأثر ولم يتأثر أيضا أنظمة التشغيل تأثرت فقط أنظمة تشغيل ويندوز أنظمة تشغيل لينكس لم تتأثر الماك لم يتأثر إلى آخره فذلك هناك عدة أنظمة تشغيل وكيف بعض الدول عندها أنظمة تشغيل خاصة مثل روسيا مثلا؟ ما تأثرت؟ روسيا والصين هو نظامي التشغيل معروفين عالميا هو لينكس وويندوز فاستخداماتهم أنا قلت لك بالتحديد من لا يستخدم حلول شركة مايكروسوفت عن طريق الكراوتسرايك لم يتأثر بكل اختصار بدون الدخول في تصنيبات هذه الصدمة ما خلت العالم تفكر مرة ومرتين أنه ما استخدم هذا الحل يجب أن أجد حل بديل لازم أشوف لي شغلة ثانية فكرة ثانية هو الحل موجود والحل قائم أي أن الاعتماد على القدرات المحلية وعلى الفرق المحلية وعلى المهندسين المحليين التي بإمكانك أن تتصل بهم هذا أيضا يعيدنا إلى أن الذكاء الاصطناعي وكل هذه الأشياء هي أدوات الإنسان سيظل مركزيا وسيظل متحكما في كل مفاصل الحياة لأن طريقة حله للمشاكل وطريقة اكتشافه للمشاكل لن يعلو عليها شيء أبدا فلذلك عندما نبعد الإنسان ونقلل من تدخله ونقلل من وجوده وأهمز فيه الرقابة والذكاء سنشهد مثل هذه المشاكل التي تعتبرها حقيقة ثانوية هي ليست مشكلة كبيرة الإنترنت لم تنقطع وهذا يجب أن نجذب وأن نشيد أيضا بأن الإنترنت ونترك هذه المعلومة بشكل مهم جدا الإنترنت لم ينقطع ما انقطعه هو ما يستخدم هذه الخدمات التي توفرها السحابة الإلكترونية الخاصة بمايكروسوفت عن طريق المؤمن الكراوت سرايك من لا يستخدم الإنترنت لم تنقطع لله الحمد فلذلك كان التواصل موجودا وكان أيضا الحلول موجودة عن طريق الإنترنت فالإنترنت لم تنقطع الإنترنت مشكلة ثانية ومشكلة أكبر وهذا هو حديث هل تكون صدمة أكبر لو نقطع الإنترنت يعني نفس المشكلة هذه يضربها في 100 نعم المشكلة أيضا هنا أنه إذا قلنا أن الشبكة المحلية ستقوم بالخدمات الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة أو أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا لكن العالم متصل متصل عن طريقه عن طريق الإنترنت هي الشبكة أم الشبكات فلذلك هناك الشبكة المحلية وهناك الشبكة أيضا مناطقية على مستوى الدولة هناك شبكة وهناك شبكات تربط بين الدول وهناك شبكات تربط بين القارات هذه هي الإنترنت فلذلك البديل دائما في كل الحلول التي يقدمها الإنسان العاقل بضبط الحال والإنسان الذي يقدم حلول مستديمة ومستدامة هو ما يفكر في الحل الرديف لا محالة أظن وهذا بعد فلسفي أننا سنعود إلى كل هذه الأشياء والتقنيات ستزول لكن بعيدا لكن نحن لازم في عصر إيوج استخدام التقنية ولازم نتحدث عن الذكاء الاصطناعي أيضا المشاكل وحلولها بسرعة هذا مهم جدا في حل المشاكل وإعادتها إلى طبيعها ما انتبهنا لذلك كم الخسائر كانت شغالة بسبب هذا الموقف كم مدة العطل توقف كان؟ تقريبا العطل توقف بعض هو سريعا خلال ساعتين ثلاثة ساعتين صحيح خلال ساعتين ثلاثة تم التأكد أن هناك عطل وأنه لم يكن اختراق أيضا العالم من الأول كان مهوسا مهوسا بمشكلة الأمنية لأنه برامج الفيديا كارثة الفيديا هو أن أقوم بالاستلاء على معلوماتك وأقوم بتشفيرها وأمسك مفتاح التشفير إلى ابتزاز لأن تعطيني هذه الفيديا من أجل إعادة الأنظمة إليك ما لم تكن هذه المشكلة؟ نحن تجاوزنا إلى المشكلة الأقل أنه عطل الحمد لله وتم التغلب عليه وتم التعرب عليه سريعا لكن عواقب هذا العطل وما نجم عنه هو ما أخذت وقتا لبعض الشركات سبع ساعات إلى يوم وأيضا لازالت بعض الأجهزة يعاد تشغيلها إعادة تشغيل وحذف هذا الملف كما قلت لك الاستعانة بالتقنيين والخبراء المحليين حجم الخسائر من ثلاثة أربع ساعات كان كبيرا هناك بعض الإحصائيات لتحدث إلى 1500 رحلة تم إلغاءها كل الخطوط الجوية الأمريكية تم تعطيلها وأغلب المطارات وأكثر المطارات لأن هناك أيضا مشكلة دائما نقول أن العالم عندما يكون متصل هناك الثغور والمناطق اللينة والضعيفة يجب أن نهتم بها اليوم أنت لست حرة في مواردك لأنك جزء من العالم تؤثرين فيه أنا عندما أريد أن أدخل إلى منظومة أدخل من النقاط الضعيفة هذه النقاط الضعيفة هي المشكلة هذه الدول التي تعاني من ترهل وهي اللي ممكن يكون السبب منها أنها تخرب كل شيء نعم وهي اللي ممكن هذا الترهل يجب أن حقيقة نستمد اليوم كل هذه المنظومة الأممية والمتحدة إلى آخره والمنظمات التقنية إلى آخره تحاول أن تكون المنظومة كلها مؤمنة خاصة في أماكنها الرخوة لم تحاول أنها تكون مستقلة أكثر منها مؤمنة لا هي تكون مستقلة لكن استقلاليتها جزء من الكينون العام نحن بنينا عالما متصلا اليوم أختي 5.53 مليار شخص متصل بهذه الشبكة تعداد السكان العالم 8 مليارات في 2027 يجب أن يصل هذه الأشخاص المتصلين عن طريق شركات إيلون ماس كوستارلينك إلى آخره وتوفير هذه الخدمات لكل عالم يريدون أن يجعلوا كل العالم متصل لذلك نحن نتكلم عن مسائل أصبحت خارش عن حدود الدولة وعندما نقول 1500 رحلة وعندما نقول أيضا المستشفيات عندما نقول لحالات المستعجلة البنوك لم تتأثر كثيرا لأن المسألة المالية ليست مسائل الدفع هناك دائما بدائل المشكلة هي الخدمات الخدمات رحلات الطيران وهذه رحلة الطيران كارثة يمكن أن تكون لذلك رحلة مهمة جدا وتتعطل المستقبل كامل طبعا المطيرات كانت متكدسة بالناس في إيوجة الطلب في إيوجة الطلب هذه فترة عطلات الناس ما عندنا صبر في طالة الحال الواحد طلع من بيته ويسافر طبعا يتبع لها حجوزات أتيلات أماكن أعمال كل شيء الخطة البديلة هو الأوفلاين يجب أن تكون جاهزة هذا نمى إلى أن ما نسميه بالموضومة التقنية الكبيرة والمتقدمة هي حقيقة متراهلة في بعض مناطقها هناك بعض الدول الناشئة لم تتأثر في المنطقة لديك لم تتأثر كتأثر للولايات المتحدة الأمريكية فاللولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت كثيرا اعتمدت كثيرا على هذه ولم تجهز قراءاتنا تقنيا لم تجهز الخطة البديلة الأوفلاين ولم تجهز أيضا سيرورة وانسيابية هذا العمل معناها أن هناك خطة واحد فقط عندما تكون الشاشات معروضة وعندما تكون المعلومات معروضة فأنتم نقدم لكم الخدمة يعني صاروا حتى في المطارات المتقدمة يتعاملوا بيطبعوا البوردنج بالورق ويدوية هناك الأوفلاين ليوفر لك معلومات المسافرين وهناك الخطوط ويمكن أن تقلع الطائرة وتهبط لم تتعطل من خلال هذا العطل الفني لم تتأثر العمليات الأساسية لأن العمليات الأساسية المركزية لا يمكن تتأثر بمثل هذه العطل والخال الفني البسيط جدا لذلك هم وفروا الخطة البديلة إن كان هناك من توجيهات هو توفير الخطة البديلة للأوفلاين توفير الخطة البديلة أيضا لهذه الكفاءات المحلية والتقنية وأن يكون في متناول شخص قريب ليحل هذه المشكلة يحل هذه المشكلة فالمشكلة يمكن أن يتجاوزها الدول هذا هو النضج في إدارة المشاريع هذا هو النضج في إدارة الدول هذا هو النضج في إدارة العملية يعني توقع برغم كل الخسائر بس بعض هذه المواقف بتكون يعني كويسة وتعتبر ميزة لأنها تسوي صحوة للناس تتبهوا ترى هنا في مشكلة كل واحد محاطط في باله الحمد لله ما كنا في المطارات يوم أنا بس ألي أقول الحمد لله أعطيك ألف عافية يا شغالي شكرا لجودك معنا اليوم شكرا للمشاهدة